أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية المفتوحة والمستمرة معكم من استيديو الآن والتي سنناقش فيها أبرز الملفات على الساحتين المحلية وكذلك الدولية ضربة اللابداية ستكون محلية حيث تستضيف مصر يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير الحالي بطولة عالمية هامة هي بطولة العالم للرماية والتي يشارك فيها ما يقرب من أربعمائة رامي ممثلين لأكثر من ثلاثين دولة من كل أنحاء العالم معلومات أكثر عن استعدادات مصر لتلك البطولة الهامة ينضم إلينا أزميل عوض الغنى من داخل مقر الاتحاد المصري للرماية ليحدثنا عن مزيد من التفاصيل تفضل عوض نعم للاسي يبدو أن عام عشرين وواحد وعشرين هو عام البطولات الدولية التي تستضيفها مصر بامتياز فقد نجحت كما تعلمين مصر في استضافة بطولة العالم لليد وماذا لا صدى هذه الاستضافة قائما على عبر المنصات الرياضية في كل أنحاء العالم أما هذا الشهر سيكون كما أسلفت تستضيف مصر هذه البطولة المهمة للغاية هو كأس العالم للرماية وكانت آخر دولة استضافة هذه البطولة هي قبرس والاتحاد الدولي أوقف تنظيم هذه البطولة نظر لتداعيات فيروس كورونا على كل أنحاء العالم فمصر قدمت اقتراحا باستضافة هذه البطولة فتمت الموافقة على الفور من الاتحاد الدولي للرماية وكنا منذ قليل نجري حوارا خاصا لإكسترانيوز مع رئيس الاتحاد الدولي للرماية رئيس الاتحاد المصر الرماية أكد فيه على أن هذه البطولة سيتم تنظيمها على أفضل ما يكون وأن مصر مؤهلة تماما للقيام بهذه المهمة وربما ما حدث في تنظيم بطولة كرة اليد سينعكس إجابا على تنظيم البطولة الخاصة بكأس العالم للرماية الأهم هو المنتخب المصر الرماية الذي يعقد له معسكرا خاصا الآن وترتيبه مميزا للغاية وهناك العديد من الرماية المصريين فرصهم قوية للغاية خاصة بأن هناك بطولة دولية كما تعلمين وهي الأولمبيات الدولية التي ستصدفها توكيو في هذا العام في أغسطس القادم فهذه فرصة سمينة للغاية لتأهيل المنتخب المصر الرماية لتحقيق مستوى أفضل إن شاء الله أهم الدول المشاركة للاس هي ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية دول لديهم يعني يحتلون مركزا متقدمة للغاية في ترتيب بطولات العالم وكأس العالم للرماية التنسيق يتم على أفضل ما يكون ما بين الاتحاد المصر الرماية من جانب مع وزارة الشباب من جانب آخر واللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى وزارة الصحة أكد لنا السيد حازم حسن رئيس الاتحاد المصر الرماية بأنه كان بالأمس هناك اجتماعا مع وزارة أو عدد من قيادات وزارة الصحة لعدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ هذه البطولة واستقبال السادة الضيوف عند وصولهم ووصولهم سيكون قبل السنة والعشرين البطولة ستنطلق كما تعلمين يوم السنة والعشرين لكن سيأتون مبكرا لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بكورونا بدأ من المطار حتى وصوله من المعصرات أو الفناتق التي سيقومون بها كل الإجراءات الاعتراضية ستتم على أفضل ما يكون لاستقبال الضيوف عدد الرماية كما أستفت يقتربون فعلا من الربعمائة رامي رقم كبير للغاية المكان الذي ستتم عملية الاستضافة سيكون نادي الرماية أو نادي الصيد للرماية بستادس الأكتوبر هذا هو المكان الوحيد الذي ستتم فيه البطولة أهم الحضور هو رئيس الاتحاد الدولي ووزير الشباب وستكون البطولة الافتتاح خاصة بالبطولة سيكون أونلاين وذلك حسب تعليمات الاتحاد الدولي للرماية كنت أسأله هل هناك فرصة لحضور الجماهير لهذه البطولة الدولية قال نعم متاح للجماهير أن يحضرون هذه البطولة إذا ما أرادوا ذلك أن يستمتعون بهذه البطولة ولكن بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرماية حتى تتم الإجراءات الاحترازية والتباعد وما إلى ذلك فبالتالي هذا متاح وممكن التواصل عبر الجماهير المحبة لهذه الرياضة الرائعة أن يتوصلوا بسهولة وبيسر وبسلاسة مع الاتحاد المصري للرماية على كل الحوار سيزع في وقت اللاحق فيه تفاصيل مهمة عن هذه البطولة وخاصة عن الاستعدادات لبطولة كأس العالم للرماية عودة لك للأس طبعا سنتابع عوض هذا الحوار وسننتظره أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات عوض الله غنى مراسل أكسترانيوز